تكرار الدورات البرلمانية خلف جيشا من المتقاعدين إذ يتقاض النائب راتبا لا يقل عن عشرة آلاف دولار شهريا إضافة إلى نصف هذا المبلغ كامتيازات تحت أبواب شتى وتتجاوز رواتب النواب والوزراء العراقيين وأعضاء الحكومات المحلية المائة مليون دولار سنويا وقبل أشهر من إجراء الانتخابات النيابية تعالت الأصوات الشعبية للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات في حين اقتصر التأييد على المجلس الإسلامي الأعلى وتيار الأحرار فقط عندما يكون هناك أي حزب أو أي شخص مسؤول يعني يتنازل عن راتب التقاعد أنا أصور هذا بالاتجاه الإيجابي ونحن نتجه بالاتجاه الحقيقي الذي يخدم المواطن البرداد تصريحات المتنازلين عن رواتبهم قوبلت بالتشكيك بالنوايا من كتل أخرى كأتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني الذين اعتبراها مجرد دعاية انتخابية للأسف الشديد أصبحت هذه القضية المهمة أصبحت زوبة إعلامية للتنافس السياسي لا غير بسبب الانتخابات القادمة ولن يشرع قانونا أو يعدل قانون التقاعد السابق تقاعد النواب شرع بقانون ولا يلغى إلا بقانون لكن البرلمان لم يصوت على مسودة هذا القانون بل ولم يناقشها أصلا مما يثير جدلا قانونيا وسياسيا يقول الكثيرون أن دفع هذه الرواتب الكبيرة مخالفة لكل بنود قوانين العمل الوظيفي في البلاد وسط سجال عن التوازن بين الراتب التقاعدي الذي يدفع للموظف العادي وراتب نائب البرلمان حيث وصل الفارق بينهما إلى خمسين ضعفا طارق مارس كاي نيوز عربية بغداد